أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن فتح مكة له دلالة عظيمة فهو رمز لعظمة وسمحة الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة له أقصى من دلالة الصوات الوحيدة التي سميت بصوات الفتح إن فتحنا لك فتحة مبيدة أقصى العلماء والتفسير على أن المقصود بالفتحنا الحديبية والصلح نول من الفتح والإسلام ليس متشوفا لأراقة الدماء وسمى الصلحة فتحة مبينا ويوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأهلها قولتها المشروع يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء ولما سمع قائلا يقول اليوم يوم الملحمة قال اليوم يوم الملحمة فديننا دين الطاحم دين الرحمة دين الإنسانية ترجمة نانسي قنقر